أوتيموبيل لامبوركيني بالإيطالية أوتيموبيل لامبوركيني اس نقطة بي نقطة إيه نقطة ويشار لها عموماً لامبوركيني هي شركة إيطالية مصنعة لسيارات تأسست الشركة من قبل قطب الصناعة في روتشيو لامبوركيني في عام 1963 بهدف إنتاج سيارة للجولة الكبرى وتتنافس مع عروض موجودة من مصنعين آخرين مثل فراري النطق الإيطالي هي علامة تجارية إيطالية ومصنع لسيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الربعي ومقرها في سنت أغات بولونيزي الشركة مملكة لمجموعة فولكس فأجني من خلال فرعها أوديا في يوروتشيو لامبرغيني قطب صناعة إيطالي أسس شركة أوتيموبيل فيروتشو لامبوركيني اس بي في عام 1963 لتنافس مع المركيز بما في ذلك فراري لوحظت الشركة الاستخدامها تصميم محرك خلفي وسطي خلفي نمت لمبوركيني بسرعة خلال عقدها الأول لكن المبيعات تراجعت في أعقاب الإنكمش لمالي لعلمي عام 1973 وأزمة النفطة تغيرت ملكية الشركة ثلاث مرات بعد عام 1973 بما في ذلك الإفلاس في عام 1978 سيطرت شركة كرايسلر الأمريكية على لامبورغيني في عام 1987 وبعتها لمجموعة الاستثمار الماليزية ميكو مسردكو والمجموعة الاندونيسية في باير كور براريشن في عام 1990 اشتركوا في القناة